موسيقى أسعد الله أقاتكم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حادث الصحافة والبداية من شبكة شامل إخبارية ونطالع في أبرز عنوينها رئيس الوزراء التركي لن يتمكن أي سوري من العودة إلى وطنه طالما بقي الأسد في دمشق وجاء في تفاصيل الخبر اعتبر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو أنه لا توجد بلد لها الحق أكثر من بلاده في قول كلمتها في مفاوضات جينيف بشأن سوريا المزمع عقدها الأسبوع المقبل لأن تركيا تستضيف مليوني ونصف مليون سوري على أراضيها ونقل الصحفي البريطاني باتريك وينتور في مقال له بصحيفة الجارديان عن داود أغلو قوله في لقاء معه خلال زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين إن أي سوري لن يتمكن من العودة إلى وطنه طالما بقي بشار الأسد في دمشق وأكد رئيس الوزراء في حديثه لوينتور أنه لا يمكن لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري البيدي المشاركة في المفاوضات لأنه شريك في الجريمة مع نظام الأسد معتبرا الحزب ليس معارضا حقيقيا حيث يوجد تعاون وثيق بينه وبين نظام الأسد ونطالع في خبر آخر رئيس التونسي السابق المرزوقي سأستقبل عائلة سورية في منزلي حيث أعلن رئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي يوم الثلاثاء عن قراره باستضافة عائلة سورية لاجئة في بيته مؤكدا أنه لو كان في موقع رئيس البلاد لفتح الأبواب أمام هؤلاء اللاجئين وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اسطنبول التركية على هامش مشاركته في الملتقى السوري الأول للتمكين المجتمعي الذي ينظمه المعهد السوري الإنساني للتمكين الوطني وهو معهد غير حكومي وقال المرزوقي قررت أن أستضيف عائلة سورية في بيتي ولكنه لم يحدد متى ومن هذه العائلة أو أي تفاصيل أخرى حيث لا أستطيع فتح أبواب تونس وأسأل الزعماء العرب هل ستستمرون بغلق عقولكم وقلوبكم للسوريين وهل هم من سكان المريخ وجاء في خبر آخر وزير الخارجية الألماني الاتحاد الأوروبي قصر في تعهداته بخصوص إيواء اللاجئين حيث قال وزير الخارجية الألماني هناك تقصير في تنفيذ الاتحاد الأوروبي لتعهدات اهتجاه تركيا فيما يتعلق بأزمة اللاجئين وجاء ذلك في تصريحات خلال اجتماعه مع الصحفيين الأجانب في برلين تطرق خلالها إلى الاتفاق الذي توصلت إلى المفوضية الأوروبية مع تركيا في نوفمبر بالشأن اللاجئين وأشر الوزير أن تقصير الاتحاد ينبع في عدم إرساله المبلغ الذي تعهد به من أجل المساهمة في إيواء اللاجئين السوريين في تركيا واعترف الوزير الألماني أنه ليس لدى الاتحاد الأوروبي حل سريع لأزمة اللاجئين مشددا أن إغلاق الحدود ليس حلا كما نقرأ في عنوان آخر منظمة أطباء بلا حدود تصف استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة اللاجئين بالفشل ذريع حيث وصفت منظمة أطباء بلا حدود استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة اللاجئين بالفشل ذريع في تقرير أصدرته بررة المنظمة الإغاثية الدولية انتقادها لاستجابة الاتحاد بأنها تخلق بيئة مناسبة لاستغلال المهاربين لظروف المهاجرين وبالتالي تحقيق معادلات ربحية كبيرة لهم وذلك حسب وكالة الأناظول وسردت تقرير تفاصيل موصفها بأسوأ أزمة لاجئين ومهاجرين واجهة أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية حيث استند على أدلة جمعتها المنظمة من موظفيها والمرضى الذين تتابع حالتهم إضافة إلى البيانات الطبية المتوفرة لديها وبالانتقال إلى صحيفة عنب بلدي نتابع في العنوين كيف قابل الطلاب الأتراك المنح المالية لزمالائهم السوريين وجاء في تفاصيل الخبر انتهت فترة التقدم لمنحة الطلاب السوريين في الجامعات التركية وسيحصل من خلالها الطلاب المقبولون بعد دراسة الطلبات على مبلغ 1200 ليرة تركية أي ما يعادل 410 دولار شهريا كمنحة مقدمة من منظمة أتراك الخارج والمجتمعات ذات القربة التابعة لرئاسة الوزراء التركية وأثار انتشار المنحة ردود أفعال متبينة في الأوساط التركية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وتزامن ذلك مع انتشار كاريكاتير وتعليقات ساخرة قارنت بين وضع الطلاب السوريين بعض حصولهم على منحة 1200 ليرة تركية ووضع الطالب التركي الذي سيحصل أساسا على 400 ليرة تركية شهريا وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة لمواطنين وطلاب أتراك منها ما نشره أحدهم لا يوجد في أي مكان في العالم دولة تقدم منحة لطالب أجنبي أكبر من المنحة التي تمنحها لمواطنيها ونقرأ في عنوان آخر تركيا تنزع ألغام تنظيم الدولة شمال حلب وجاء في تفاصيل الخبر أرسل الجيش التركي عربا لنزع الألغام التي زرعها تنظيم الدولة في منطقة جرابلوس السورية شمال حلب وذكرت وكالة الأناضول يوم الثلاثاء إن العربة يرافقها تعزيزات أمنية شديدة وقد أرسلت في ساعة الصباح المبكر إلى الحدود وأضافت أن العربة دخلت من المعبر الحدودي مع سوريا قارقاماش مشيرة إلى أنه يتوقع حدوث تفجيرات أثناء العملية ولذلك ترافق العربة تواقم طبية جاهزة ويسيطر تنظيم الدولة على مدينة جرابلوس الحدودية بينما تقول الحكومة التركية منذ عامين إنها تسعى لإقامة منطقة عازلة آمنة تمتد منها إلى عزاز شمال حلب لكنها لم تبدأ بالخطوات وبالانتقال إلى موقع كلنا شركاء نقرأ في العنوين مهنة في زمن الحرب بيع مخلفات القصف يلقى رواجا في ريف حمى حيث جاء في تفاصيل الخبر غدت ظاهرة جمع القذائف التي تقصفها حواجز قوة النظام على مدينة لطامنة بريف حمى الشمالي مهنة يقبل عليها بعض من تبقى في المدينة حيث تدر عليهم مردودا لا بأس به في مدينة انعدمت فيها سبل الحياة والعمل جراء القصف الكثيف واليومي على المدينة وتتعرض المدينة لقصف يومي بالبراميل المتفجرة التي تلقيها الطائرات المروحية والصواريخ الفراغية التي تلقيها طائرة النظام الحربية إضافة إلى القصف بالمدافع والرشاشات الثقيلة من الحواجز المحيطة بالمدينة إلا أن صوت الحياة لدى من تبقى في المدينة كان أعلى من أصوات الموت الذي تنشره قوات النظام ويأبى أولئك إلا أن يستمروا في دورة حياتهم متخلين بعض التعديلات على وسائل عيشهم ومصادر رزقهم ونقرأ في عنوان آخر وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا تعتقل أعضاء فيها حيث أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية يوم الثلاثة أنها أوقفت أربعة من عناصرها بتهمة الإضرار بممتلكات المواطنين في إحدى البلدات التي استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا ويأتي هذا الإعلان بعد اتهامات أطلقها ناشطون محليون ومنظمة العفو الدولية تتعلق بالانتهاكات التي ترتكبها القوات الكردية ضد السكان ومعظمهم من العرب في المناطق التي استعادتها الوحدات من التنظيم المتطرف وذكرت وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبر الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي حيث ذكر الناشط في شمال سوريا في بيان تم توقيف أربعة من أعضاء وحدات حماية الشعب بتهمة الإضرار بممتلكات المواطنين في بلدة الهول وبعض القرى المحيطة بها ونقرأ في خبر آخر خمسة مليارات ليرة أتوات البيدي من موسم الزيتون في عفرين حيث جاء في تفاصيل الخبر كشفت مصادر إعلامية كردية أن حجم الأتوات التي فرضتها الإدارة ذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي البيدي على مزارع الزيتون في منطقة عفرين بريف حلب تجاوزت الخمسة مليارات ليرة سورية تذهب للميليشيات المسلحة التابعة للحزب مقابل تأمين الحماية للمزارعين وذكرت شبكة الكرديانت أن المبلغ الذي جبته الإدارة بلغ خمسة مليارات ومئة وثمانية وتسعون مليون ومئة وخمسون ألف ليرة سورية أي ما يعادل 12 مليون وتسعمائة واثنين وسبعون ألف وثمانية وسبعة وخمسون دولار أمريكي وهذا المبلغ تم تحصيله خلال شهر كانون الأول عام 2015 من مزارعين منطقة عفرين خلال موسم قطاف الزيتون بدون أي وصولات رسمية على أقل تقدير وقامت وحدة حماية وهي الجناح المسلح للحزب بجمعهم بالقوى بحجة حماية منطقة عفرين وبالانتقال إلى صحيفة الحياة اللندنية نقرأ في العنوين محاكمة موظف في مطار دبي صور جواز سفر ميسي حيث جاء في تفاصيل الخبر حالة نيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح موظفا في المطار الدولي للمدينة قام بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه جواز سفر لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات في كانون الأول الماضي وذكرت صحيفة داناشونال الإماراتية يوم ثلاثاء على موقعها الإلكتروني أن الموظف صور جواز سفر ميسي بحكم وظيفته ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تخترق الخصوصية الشخصية وقامت نيابة العامة بتحارك بعد إلقاء الشرطة دبي القبض على الموظف الذي صور جواز سفر ميسي وهدد بطريقة ساخرة بإحراقه وكان ميسي زار الإمارات وشارك في مؤتمر دبي رياضي الدولي كما تم تعيينه سفيرا للإكسبو دبي عام 2020 وبهذا العنوان مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم دمتم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة